خلال الأيام القليلة الماضية صدرت نتائج البنوك الكبرى من جولدون سانكس ومورغن ستانلي وستي وكانت الأرقام متباينة نوعا ما بين هذه البنوك والمستثمر اليوم بالفعل في انتظار نتائج الشركات للربع الرابع ليس فقط نتائج الربع الرابع إنما ما هي الإشارات للأربع القادمة وخصوصا بأدى العالم كله يتحدث عن ركود اقتصادي أما بالنسبة للأرقام توقعات نتائج الربع الرابع بحسب فاكت ساتليا الاس ام بي شركات الاس ام بي 500 توقعات تراجع الأرباح ب3.9% بحال حدث هذا الانخفاض وفعاليا سيكون الأول منذ الربع الثالث من العام 2020 وكنا في طبعا خضم جائحة كورونا هذا بالنسبة لتوقعات المحللين ولكن خلال الفترة الماضية تعودنا بأنه دائما نشد مفاجآت إيجابية ولو كانت هذه المفاجآت الإيجابية بحدود الـ 5% فبالتالي يمكننا تجنب تراجع في ربحية الشركات للربع الرابع بحسب أيضا الشركات الإرشادات السلبية التي صدرت من الشركات هي 67 إرشاد سلبي بينما فقط 34 كانت الإرشادات إيجابية لهذه الشركات ولو نظرنا اليوم أين هو مؤشر الـ S&P 500 بحسب التقييمات أو مكررات الربحية الـ P-E ratio نراه اليوم هو عنده 17.3 لو أخذنا متوسط خمس سنوات طبعا هذه المكررات الربحية المستقبلية الخمس سنوات المعدل كان عنده 18.5 وأما بالنسبة للعشر سنوات فهي عنده مستويات 17.2 فالمكررات اليوم لازالت مرتفعة وخصوصا مع الرلي القول الذي شهدناه في أول أسبوعين من هذا العام هذا أيضا رفع بعض الشيء من التقييمات ولازلنا بعيدين جدا عن تقييمات تحدث في أوقات الركود الاقتصادي ولذلك منذ العديد من البنوك الاستثمارية لازالت ترى احتمالية التراجع الذي قد نشده في أسواق الأسهم أما بالنسبة لأبرز الملفات التي قد تؤثر فعليا على نتائج الشركات بحسر توقعات المحجرين طبعا بشكل سلبي فالأسواق لازالت ترى بأن العملات تقلبات التي نشدها في العملات وحتى الرواتب التي ترتفع يبدو بأن الرواتب هي من أبرز الأمور المتخوف منها أن تؤثر على الأرباح ولرغم من تراجع هذه وطيرة المخاوف كوفيد طبعا تراجعت بشكل كبير ولكن ارتفعت في الأرباح الرابع من عام 2022 والسبب يعود إلى السياسة الصينية معادلات الفائدة لم تتغير كثيرا التغييرات نراها اليوم في سلاسل التوريد تراجعت هذه المخاوف بشكل كبير مخاوف الصين أيضا تراجعت الحرب الروسية الأوكرانية لا يبدو بأنها تؤثر بشكل كبير أو تختلف بشكل كبير عن التوقعات السابقة من حيث التأثير أما بالنسبة لأرباح الشركات للأس أم بي فايف هندرد للربع الرابع كيف تغيرت النظرة ما بين الحادي والثلاثين من ديسمبر وآخر توقعات المحللين نرى بأن الأسواق خفضت توقعاتها بالنسبة للطاقة ولكن لا زال هذا القطاع يتوقع أن يسجل أعلى الربحية الصناعات أيضا عدلت بالخفض نلحظ هنا بأنه فقط أربع قطاعات من المتوقع أن تسجل أرباح بينما معظم القطاعات الأخرى يرى بأنها ستسجل طبعا تراجعات والمعادن يبدو بأنها من أكثر القطاعات التي متخوف أن تسجل التراجع وأيضا لو نظرنا إلى توقعات أرباح الشركات للربع الأول من هذا العام فنرى هناك تخوف من طباطء كبير سنشهده في السلع الكمالية وحتى القطاعات الأكثر تضررا يبدو بأنها ستكون خدمات تجارية الرعاية الصحية والمعادن ترجمة نانسي قنقر